أكد مدير عام دائرة الأثار العامة يزيد عليان أهمية المواقع الأثرية الدينية في الأردن التي تحتوي على كنائس أثرية بالغة الأهمية وقال خلال لقائه رئيس مجلس الرؤساء الكنائس في المملكة المطران خريستوفوروس عطلة إن الأردن وبسبب موقعه وسط قارات العالم القديم جعله يحوي نحو 100 ألف موقع أثري منها جبل نيبو والمغتص ومكاور وماريلياس وهي معتمدة للحج المسيحي ويزورها السياح والزوار بشكل دائما لما لها من قيمة إنسانية وثقافية ودينية استثنائية من جهته عبر المطران خريستوفوروس عن شكره للدائرة على جهودها في حماية المواقع الأثرية وصيانتها وديمومتها مؤكدا أن الأردن يعد بلدا أنموذجا في الأمن والأمان والعيش المشترك والتسامح الديني مشيرا إلى دوره الكبير في الحفاظ على المواقع الأثرية المسيحية والإسلامية ورعايتها موسيقى شكرا